تصاعد غير مسبوق في الفلتان الأمني داخل المنطقة العازلة خلال الفترة الأخيرة لا سيما في محافظة إدلب ومحيطها عبر المزيد من عمليات الاغتيال والتفجيرات ما أسفر عن مزيد من الخسائر البشرية في صفوف المدنيين والعناصر المسلحة ففي ريف إدلب الغربي أطلق مسلحون مجهولون النار على قيادي في أحد الفصائل المسلحة في القرية الساحلية الأولى على الطريق الواصل إلى منطقة جسر الشغور ما أسفر عن إصابته بجراحة خطرة كما قام مسلحون مجهولون بمهاجمة عائلة في منطقة تل الطوقان بريف إدلب الشرقي واختطاف رجل وابنته وفي بلدة حارم بريف إدلب الشمالي هزى انفجار عنيف سوق البلدة ناجم عن انفجار قنبلة رماها مسلح مجهول وسط السوق ما أسفر عن أضرار مادية كبيرة في حين تم العثور على جثة رجل في منطقة معترم قرب مدينة أريحة بريف إدلب الجنوبي كان قد اختطف قبل أسبوعين وأكدت مصادر محلية إنه قضى بطلق الناري كما جرى اغتيال عنصرين من فصيل ما يسمى حركة أحرار الشام على الطريق الواصل بين التح وتحتايا بريف إدلب الجنوبي الشرقي بالتزامن مع إقدام مسلحين على قتل مواطن من قرية المجدلية بريف إدلب الجنوبي بعد عجز ذويه عن دفع الفدية للخاطفين ومع تصاعد الفلتان الأمني ارتفع عدد الخسائر البشرية إلى نحو 411 شخصا من المدنيين والمسلحين في مدن واريا في المنطقة من زوعة السلاح منذ الـ 26 من نيسان أبريل الماضي في سياق متصل جددت قوات النظام السوري استهدافها لمناطق في محيط وأطراف بلدة اللطامنة في القطاع الشمالي من ريف محافظة حما بالتزامن مع عمليات قصف استهدفت مناطق في قرى الجنابرة وتل عثمان والجيسات وتل الصخر في القطاع ذاته من ريف المحافظة كما استهدفت قوات النظام بالرشاشات الثقيلة مناطق في أطرافه شليوت بريف حما الشمالي في عقاب استهداف مناطق في الأراضي الزراعية بمحيط مورك الواقعة في الريف ذاته بعدة قذائف هاون كما طال قصف النظام أماكن في منطقة تلخزنة بالريف الجنوبي الشرقي لمحافظة إدلب بالإضافة لاستهدافات متبادلة بالرشاشات المتوسطة والثقيلة على محاور أمر جيم وتلمرق بين قوات النظام والموليشيات الموالية لها من جهة وبين الفصائل المسلحة من جهة أخرى في القطاع الجنوبي الشرقي من ريف المحافظة ترجمة نانسي قنقر